اشتركوا في القناة والامين العام للجامعة العربية وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وتنسيق المواقف العربية تجاه التحديات الاخليمية والدولية الراهنة والغضايا المرتبطة بالحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول العالم بما يعزز المصالح العربية كما شارك وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي ترأسها المملكة العربية السعودية كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي ترأسها جمهورية مصر العربية